هلو هاواريو اي هوب يو ار فاين ازايكم عاملين ايه اتمنى تكونوا كلكم بخير انا مسرد وحسن والنهاردة ان شاء الله هنبدأ اول حلقة من حلقات كورس الجرامر يعني القواعد النحوية الموجودة عندنا في اللغة الانجليزية طبعا يولد اي حد واخد فكرة ان الجرامر او القواعد دي صعبة يبه هو اكيد حفظ القواعدة احنا مش عايزين ابدا ان احنا نحفظ الجرامر احنا عايزين نفهمه وده ان شاء الله اللي احنا هنطبقه مع بعض في الكورس ده هنبدأ مع بعض طبعا بادوات النكرة اللي هي اندفينت ارتكلز اندفينت ارتكلز اللي هي ادوات النكرة الموجودة عندنا في الانجليز اللي هي اا وان طيب قبل ما نبدأ نشرحهم طبعا انا في البداية بشرح من كتاب بوك ام بين تمام كده انا قلت لكم على الكتاب قبل كده وعملتي دي ريفيو وان شاء الله الكتاب هنا بدأ معنا بريفيجن سريعة لان الحاجات دي او الورز او الفوكاب اللي هتقابلنا في الكتاب هنستخدمها بعد كده في ان احنا نبدأ نكول سنتنس او نكول جملة فلازم طبعا وكمان هو هي حاجات اساسية يعني لازم كل طفل يكون عارفها او اي حد مبتدئ في الانجليز يكون عارف الاساسيات دي فاحنا هنرجعها كده مراجعة سريعة وبعد كده هندخل على طول في ادوات النكرة اللي هي اندفينت ارسيكلز اوكي طيب هنبدأ هنا طبعا احنا كلنا عارفين ان الليترز عندنا في الانجليز 26 حرف 26 حرف في لي هم شكلين الكابيتال ليرر اللي هي الابر كيس والسمو ليرر اللي هي لوور كيس يعني الحروف الصغيرة عندنا حروف كبيرة وحروف صغيرة طيب هنكرأهم مع بعض a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y and z ويجب ان نكون عارفين الساوند بتاعت الليتر دي احنا قلنا دلوقتي النيم بتاعهم او اسمهم لازم نكون عارفين الصوت كمان هنقول مع بعض هنا الساوند اي بتقول اي او الساوند بتاعها اا ب ك د اي كأنه مش بيسمع بيقول اه a f g h i j k l m n o p q r s t a v w x y a z تمام كده يبا احنا كده قلنا الاصوات كلها وطبعا انا قيلها بالتفصيل في اول اه حلقة من حلقات المراجعة بتاع الفوناتكس هسيبها لكم بارلو في او في صندوق الوصف علشان اللي حابب يراجع بتفاصيل اكتر طيب هنشوف مع انا اول اكسرسايز طبعا طبعا حاجات سهلة وبسيطة خالص خالص بس احنا هنرجعها مع بعض عشان نفتكرها هنا ال a هنا جايب لنا لك اماتش عامل لنا ماتشنج بتوين الكابيتل ليرر والسمال ليرر يعني الحروف الكبيرة والصغير كابيتل اي طبعا هيبقى سمال اي هنوصلهم ببعض ال هيبقى سمال ال بالشكل ده دي كابيتل دي هيبقى سمال دي كابيتل تي سمال تي بالشكل ده والجي نوصلها بالسمال جي طيب هنا ده تحلو انتو بقيا حلوين في الهومورك طبعا مش هنبدأ نحل كل التدريبات هنعمل اللي احنا قلنا سريعة ممكن نحل اكسامبل لواحد بس اا او اكتر يعني مثال او اكتر عشان انتو بس تشوفوا الطريقة اللي هتحلو بيها هنا سيركل the vowels طبعا انا نسيت اقول لكم هنا الفاولز انا شرحوها اكتر في الفيديو اللي انا هتحبه لكم في الديسكريبشن بوكس اللي باللون ال الاخضر ده اللي هم 5 فاولز الخمس حروف المتحركة A E I O U A E I O U تمام خمس حروف فاولز او متحركين ليسا منهم فاولز علشان هم اشقية وبيعملوا اصوات كتيرة والباقي اللي هو باللون اليالو او الاصفر ده الحروف الساكنة طبعا علشان افهم ادواتي النكرة اللي هي الارتكلز زي ما قلنا لازم يكون عارف كوي ال 5 فاولز علشان انا هستخدمهم بعد كده هشوف هم بيحبوا ييجوا مع ايه من الارتكلز دي من الادوات دي هنلاقي اول تدريب معنا سيركول ذا فاولز هنحط دايرة على الحروف اللي هي الفاولز المتحركة تمام يبقى دا علشان يأكد اكتر على انه الطفل استوعب الفاولز وفهم يعني ايه فاولز اللي هما الفايف فاولز الحروف المتحركة الخامسة كلمة هنا اسكول طبعا احط هنا سيركول على الاو وعلى الاو طيب تايجر التي هل هو متحرك ياولاد هل هو من الفاولز يبقى نو مش هحط عليه سيركول طب الاي ايوة من الفاولز احط عليه سيركول الجي لأ الاي هحط عليه سيركول والار لأ كونسننت ساكن تمام هنحل كله بنفس الطريقة طيب هنا كمان بيقول لنا ايه رايد زاو واردز ان سمول لر يعني اكتب الواردز الكلمات دي بالسمول لر هو جايبها بالكابيتل لر بالحروف الكبيرة فانا هبدأ انقل هنا تي كابيتل تي هتبقى سمول تي كابيتل ار سمول ار والضابل اي هتبقى سمول تمام؟ هنا مثلا فش كلها مكتوبة بالايه بالحروف الكبيرة الكابيتل هكتبها انا هكتبها انا بالحروف السمول او الحروف الصغيرة هتبقى بنفس الطريقة هنا اهو تمام هنحل باقي التدريب بنفس الطريقة السهلة والبسيطة دي طيب هنا كمان بيقول سيركل زا اود وان برضو هنا بينامي عندنا برضو عشان الولاد تعرف الفرق بين الكابيتل وبين السمول هنا اي كابيتل اي كابيتل اي وكابيتل بي وحرف واحد بس اللي هو جي اللي هو السمول احط عليه سيركل زا اود وان يعني كده الواحد اللي هو مختلف كله مشتركين في حاجة معينة وهو مختلف عنه تمام هنا اي ار ام تي ملاحظة ان الاي والار والام كلهم سمول والتي بس هو الكابيتل عشان كده احط عليه سيركل تمام يبقى باقي التدريب برضو يا حلوين بنفس الطريقة سيركل زا سمول لر احطي دايرة على السمول بقى الحرف الصغير كابيتل اي فين السمول اي ادور عليه وحط عليه سيركل تمام طيب التدريبات اللي مش هتتحل دي انا بحل جزء والباقي طبعا هيبقى هومورك هتحلوه انتو بنفسكم كابيتل دي فين سمول دي تمام كده هي دي اللي بتبصي لها او بتبصي نحية الشمال كابيتل جي سمول جي كابيتل ار سمول ار كابيتل اي فين سمول اي ندور عليها برافو برافو دراية الزاوارز ان كابيتل لر هنا بقى عكس لنا كتب الحرف هنا باللي سمول وبيقول لنا اكتبهم انا بالكابيتل لر اكتب بص او ال او سمول او هيبقى كابيتل او سي كابيتل سي تي هتبقى كابيتل ال او ال بي هتبقى كابيتل ال يو هتبقى كابيتل كده وال اس برضو كابيتل تمام كده يا حلوين طيب يبقى كل الكلمات مكتوبة باللي سمول لر واحنا هنكتب بص الحرف الكبير لو اطلق بطنا نرجع لاول صفحة معينا مكتوب فيها الكابيتل باشكالها المظبوطة الكابيتل لر واللي سمول لر طيب هنا كمان اساسي معينا ياولاد نعرف ايه النمبرز لازم نعرف الارقام اللي عندنا هتتكرر معنا كتير في الماث و هتتكرر معنا في الانجليش تمام فلازم نكون عارفينها كويس جدا طيب هم ليهم شكلين دايما النمبرز بيبقى ليهم شكلين ان ديجيت يعني بالشكل ده الهو وان تو يعني شكله كده بالرقم يعني ولي طبعا شكلتين اللي هو ان وردس يعني بالكلمات او ان لرر يعني بنكتبه بالحروف يعني هنا هننطق ان ديجيتس هننطقه مع بعض الحروف ان نمبرز اللي هم الارقام وان تو ثري فور فايف هديش يقول فايف ها؟ ديجي طبعا لرر في بيقول فا 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 فايف سكس سيفن ايت ناين تن اوكي؟ طيب طبعا لازم الاولاد يكونوا عارفينها بالشكلين بالشكل ده الهو ان ديجيتس وان وورز او ان لرر هنا طبعا مدينا تدريبات كتيرة قوي على النمبرز علشان الاولاد يتكونوها كويس جدا كاونت يعني هنعد ونكتب النمبرز طبعا لازم نعلم كده على الحاجة اللي نعدها وان تو ثري فور فايف سكس سيفن ايت نكتب هنا نمبر ايت تمام؟ دي طبعا تدريبات بسيطة جدا فنحسبها لكم هتحلوها انتو كلها هنعد ونكتب النمبر ندخل بعد كده على الكالرز لازم طبعا كلنا نكون عارفين الكالرز اللي هي الالوان اول حاجة ده طبعا red green blue black orange purple محدش قول بقى بيربل ماشي هنا P purple purple pink brown yellow white gray 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 اللي هو ايه اللون الرمادي طيب هنا اكسرسايز اه طبعا كلها برضو على الكالرز هنا اللون ده هيقولك اللون ده يعني ايه هو طبعا red ولا blue هنختار هنا blue طيب هنا green ولا brown brown طبعا وده brown ولا gray برضو brown فهنا بس بس علشان يثبت ايه الكالرز دي عند الاولاد اوكي هنا برضو هنوصل نشوف الكالر هنوصله بالاسم بتاعه وباللون هنشوف الحاجة دي ايه طيب هنا برضو تدريبات لسه على الكالرز هنبدأ بقى هنا صفحة 11 هندخل مع بعض في ايه حلوين في الايه في ادوات النكر اللي هي a و an الارتتلز الجميلة بتاعتنا هنا طبعا بيعرف لنا الان بيقول لنا ايه هو استخدامها is an is used before a singular word started with a vowel اوكي يعني الان دي بتستخدم قبل الكلمات المفرضة اللي بتبدأ بحرف متحرك يعني فاول احنا حافظنا طبعا الفاولز اللي هما a e i o u a e i o u تمام اللي هما الفايف فاولز زي ايه هنا امثلة an egg an orange an arm an island طيب احنا ليه هنا بقى اخدنا ان علشان هي الكلمة بتبدأ بفاول او ايه يبقى هياخد ان orange o هياخد ان طيب والا بنستخدمها في a is used before يعني قبل a singular word كلمة مفرضة started with a consonant كلمة مفرضة بس تبدأ بcontinent يعني حرف ساكن طيب هشرح لكم هنا بطريقتي وبطريقة اسهل شوية كان يا مكان عندنا اختين واحدة اسمها a والتانية اسمها an تماموا باباهم كان جايب لهم كده مجموعة العاب ان سميها letter الحروف كانوا عددهم 26 كان كلهم كده letter كانوا 26 او 26 حرف طبعا an زننا قوي وعملت عيات تقول an 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 فباباها عمل ايه بقى قالها خلاص انت علشان عملت عياتي انا هدي a هورف تيرة او اكتر منك انت يا an jer too tulcri magst hani啊 earn an 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 a hii e eas a i o u ウ bs هم دول اللي يلعبوا معاك والتقفي قدامهم حسنا او التقفي قدامهم يعني لما ننتق iki lan send a can refir أنا أحب A, E, I, O, U أو الأصوات A, A, E, O, A الآن تأتي مع 5 حروف متحركة إنما A أخذت كل الحروف السكنة والهدية والمؤدبة وهم عددهم 21 ليرر لهم طبعاً باقي الحروف كلها B, C, D, F, G, H كل الليرر مع عدد الفايفة والزتول تمام كده يا حلوين؟ إحنا ممكن نرسم النشاط الجميل ده نحط كده كف أدينا ونمشي عليه كده بالقلم بالشكل الجميل ده ونحط معاهم N ونرسم في كل نرسم فيه ليرر كل صباع من الأصابع بتاعتنا نرسم فيه حرف A, E, I, O, U A, E, I, O, U يبقى الفايفة والزتول هم دول الحروف المتحركة اللي بيحبوا N, N عايزة تقول N, N, N عايزة الأي 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 فقالت لأ أنا اللي لازم أقفتها N, R تمامي؟ ليه طيب؟ السبب بقى العلمي إيه؟ لو عايزين نفهم صح علشان أنا منفعش أقول A, A يعني الإنجليش مش بيحب أفتح صوتي فحرفين ورا بعد A, A أو A, E أو A, O طبعا الحروف دي الفاولز المتحركة دي كلها يعتبر بتقول A, E, O, A فهي A, A أو E يبقى صوت الألف F, A, E, O كلها بنفتح فينا صوتنا صوت عامل زي الهمزة كده فكلها بتاخد A عشان مش هينفع نقول مثلا A, A مش هينفع قول A, A, A هعود أقول A, A كده مش هينفع يبقى لو جات لي أي كلمة وأنا مش عارفها مثلا elephant مثلا تمام؟ لو جات لي الكلمة الجميلة دي وقال لي هنختار A ولا هتختار A وانا حتى لو انا مش عارف القعد خالص طيب هنا ينفع قول A, 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 Elephant A, A تمام؟ هاعد أقول A, 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 A أو A, A أو A ما ينفعش حرفين كده وربعض صوت عايبقى يدحك شوية عشان كده بناخد له an elephant كده ماشي بقت معقولة تتنتق حلو يبقى هنا an island مش ينفع قول A island ينفعش أقول A, A كده وربعض طيب عشان كده بقى اي حاجة يجي وراها طبعا اه حرف فاول تاخد an انما باقي الحروف الكنسلنت اهي bear بيبدأ ببا يبقى ياخد a bear عادي اهم حاجة وشرط يا أولاد ان الكلمات دي يكون singular مفرد خدوا بالكم يعني لو جاب لي هنا اجز وفيها اس الاس دي بتاعت الجامعة هناخدها مع بعض بعد كده ما ينفعش أقول بقى an eggs ما ينفعش خالص تمام يبقى تيجي كده لوحدها an eggs مش هينفع يبقى ايه هتبقى wrong كده او غلط an و a بتيجي قبل الكلمات singular اللي هي المفردة يعني هنا a got ينفع اقول a gots ازاي ما ينفعش خالص يبقى الاس بتلغي ال a وال an او الكلمة لو اتجمعناها بتلغي ال a وال an ال a وال an دي للكلمات المفردة فقط طب يلا نشوف بقى اكسرسايز عشان نطبق ونفهم اكتر write a or an هو هنا بيقولك اكتب a واللي an هنقول house نشوفك بسرعة عم بص على اول حرف طبعا consonant مش فاولز نحضر ونجهز دايما في ذهننا وفي مخنا الفاولز الخامسة اللي هي a e i o u اللي كتبناهم على قدينا دول لو شفناهم ناخد an an ما شفناهمش نحط a house هنحط على طول a a house انت ينفع اقول a ant لا مش هينفع هقول an نحط لها an ليه عشان ال a هنا كور بتبدأ بك يبقى a a اكور اكتبس اه اه يبقى an اكتبس ياخد an على طول فاول دور د يبقى a دور طبعا هنا umbrella a a يبقى ياخد طبعا an umbrella لا giraffe هياخد a ا تمام اج بتبدأ بفاول اه اه يبقى طبعا an اج مش ينفع وقول a اج ما ينفعش اوكي طيب احنا كده نكون خلاص وصلنا لنهاية الشابتر لان ده طبعا شابتر وان اللي كنا بنحلي فيه ده ان شاء الله الحلقة الجاية هناخد مع بعض شابتر تو طيب فيه تدريبات ده او exercise هنا اهو هصورها لكم بقى احنا طبعا حلنا زيها كتير علشان اشوف انتوا فهمتوا ولا لا اه هصورها لكم في الجروب بتاع الواتساب وتبدأوا تحلوها وتبعتوها لي وانا هصححها لكم طيب اللي مش يلحقوا ينضموا معنا للجروب او فترة الكورس هتكون انتهت ممكن نحل مع بعض الكلمات دي اهو window elbow apple man four words الاربع كلمات دول يا حلوين تحلوهم وتكتبوهم لي في التعليقات تحت الفيديو ده علشان اشوف انتوا بقى فهمتوا الدرس ولا ما فهمتوهوش طيب اللي عجب والشرح بقى ما ينساش يضغط subscribe و like للفيديو ده ويكتب لي اسمه في التعليقات تحت ويعمل شير كتير قوي thank you for watching and goodbye bye